موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 6 اليونت الأول الدرس السادس باكينغ ماي سكول باك حزم حقيبة مدرستي موجودة بصفحة 16 من كتاب الطالب صفحة 14 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 16 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة باكينغ ماي سكول باك حزم حقيبة مدرستي باك معناها يحزم أو ينظم يرتب الحقيبة المدرسية أسفلها مكتوب read the emails اقرأ الاميالات منطين هنا ااميال وبأسفل الصفحة كذلك منطين ااميال إذن منطين اثنين ااميالات الاميال هو البريد الالكتروني يطلب من أندي أني أقرأ هذه الاميالات رح نقرأ الاميالات نوضح مفرداتها وراها نقرش لمطلوب حفظه من هذه الاميالات طبعا هنا هاي الصورة صورة حقيبة كريم كريم دا يرتب أو دا يحزم أغراض مدرسته بالحقيبة فراد يعرف شنو الجدول على مودي خلي الكتب الخاصة بالجدول بالحقيبة مالته لكن تفاجئ ان جدول الحصص ما موجود لذلك ارسل ايميل الى صديقة يوسف كريم داز رسالة او ايميل بريد الالكتروني الى صديقة يوسف يسئله عن tomorrow's lesson عن الدروس الخاصة بيوم غد فاش قل له قل له هلو يوسف مرحبا يا يوسف كريم هذا يحتي can you help me please هل يمكنك ان تساعدني رجاء I can't find my time table لا استطيع ان اجد جدول الحصص الخاص بي time table جدول الحصص what lessons do we have tomorrow ما الدروس التي لدينا يوم غد it's tuesday انه يوم الثلاثة tomorrow يوم غد and i think we have PE وانا اعتقد انها لدينا PE PE هي المختصر مع physical education اللي هو التعليم البدني اللي نسميه احنا رياضة فهنانا رسالة دازها الكريم الى يوسف يطلب من عنده ان يساعده بمعرفة الدروس الخاصة بيوم غد في يوسف يرد علي فهنانا يوسف داز لرسالة المن الكريم والموضوع tomorrow's lessons اللي هو دروس الخاصة بيوم غد فقال له hi kareem مرحبا يا kareem first it's signs اولا first معناها اولا first it's signs اولا لدينا علوم then it's Arabic بعدها لدينا اللغة العربية after that بعد ذلك it's RE RE هي مختصر مع religion اللي هو الدين او احنا نسميه الاسلامية see you at school اراك في المدرسة اذن لاحظنا من خلال الايميلات انه كريم كان ما يعرف الدروس الخاصة بيوم غد لانه مضيع جدول الحصص الخاص بي فتزر السالة الى يوسف ويوسف رد علي كذلك عن طريق ايميل يقول له بالدروس الخاصة بي العلوم واللغة العربية والاسلامية هذا مجرد نشاط لتطوير مهارة القراءة لدى التلاميذ بعد قليل رح نعرف شنه مطلوب حفظه الايميلات ادنا فقط شون نسأل عن الجدول وشون نجاوب عليه شفهويا اما باسفل الصفحة look at your activity book انظر الى كتاب النشاط وتحديدا بالتمرين الاول اذا تفتحون كتاب النشاط هسه تلقون بالتمرين الاول منطيني جدول يقول لك انظر الى كتاب النشاط انظر الى هذا الجدول كتاب النشاط listen and practice استمع للمقطع الصوتي وتدرب هنا انا اريد يعلمني شون اسأل عن الحصص الخاصة بيوم معين وشون اجاوب طبعا هو عبارة عن نشاط بين تلاميذ اثنين محادثة بداخل الصف يقولون اثنين تلاميذ واحد يسأل مثلا يقول له what's on tuesday ماذا لدينا في يوم الثلاثاء نحفظ هذا السؤال what's on tuesday او اقول له what's on sunday what's on monday what's on thursday الى اخره اذا اردت سأل عن الحصص الخاصة بيوم معين اقول له what's on زائد اسم اليوم what's on sunday what's on monday ماذا لدينا يوم الاحد ماذا لدينا يوم الثنين الى اخره فالتلميذ الاخر حسب الجدول اللي عنده اللي منطي نياب كتاب النشاط بالتمرين الاول اجاوبة مثلا يوم التوزدي يوم الثلاثاء قائل first اولا يعني اول درس it's maths درس الرياضيات then بعدها it's english لغة انجليزية after that بعد ذلك it's pe انه هو درس الرياضة اذا عرفنا شون نسأل وشون نجاوب طبعا ذلني كلمات first then after that مهمات يفيدني شون نجاوب على السؤال المختص بجدول الحصص first معناها اولا معناها اول شي اول درس then after that بعد ذلك هذا ما يخص هذا النشاط خلانا اتدرب اكثر عن السؤال عن الحصص وشون نجاوب عنه ننتقل الى النشاط الاخر listen whose things right why يوسف or el لنا listen استمع whose things لمن هذه الاشياء منطيني مجموعة من الصور كل صورة ادل على شي يطلب من عندي اني اجاوب على هذه الاسئلة لمن هذه الاشياء لمن هذه المساحة لمن هذه المصدرة لمن هذه الاحذية لمن حقيبة الاقلام هذه الاخره who's معناها لمن لمن هذه الاشياء write why for يوسف اكتب why في هذا المربع اذا كان هذا الشيء ليوسف او اكتب l اذا كان هذا الشيء للين่ من خلال شي نجاوب على هذا السؤال من خلال المقطع الصوتي لذلك listen نستمع المقطع الصوتي ونكتب مع المقطع الصوتي إذا كانت هذه الأشياء ليوسف نخلي Y وإذا كانت للينا نخلي L إذن نستمع المقطع الصوتي وبعدها نقرش أن مطلوب حفظه من هذا النشاط طبعا هذا النشاط جدا مهم وبي ملاحظات قواعدية جدا مهمة نستمع المقطع الصوتي وبعدها نستعرض الملاحظات القواعدية Track 22 Listen Whose Things Whose rubber Is this? It's leaners Whose trainers Are these? They're Youssef's Whose ruler Is this? It's leaners It's leaners Whose pencil case Is this? It's Youssef's إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أنها محادثة بين شخصيتين شخصية يسأل Whose rubber is this? لمن هذه الشخصية الثانية تجاوة تقول له It's leaners إنها خاصة بلينة فخليها تقل لأنه طلب من عندي لا لينة خلي L وإذا يوسف يسألها مرة أخرى يقولها Whose trainers Are these? لمن هذه الأحذية؟ يقول له They are Youssef's إنها ليوسف كذلك Whose ruler Is this? لمن هذه المصدرة؟ يقول له It's leaners Whose pencil case is this؟ لمن حقيبة الأقلام هذي؟ الجاوبة It's Youssef's شنو نستخلص من هذا النشاط؟ أدنا مجموعة من الملاحظات القواعدية المهمة جدا بالامتحان التحريري كيفية السؤال والجواب عن ملكية شيء لشخص معين يعني مثلا لقيت مصدرة ضائعة شلون أسأل عن صاحب هذه المصدرة؟ أردقول هذي المن المصدرة؟ لمن هذه المصدرة؟ شون نسأل باللغة الإنجليزية؟ نسأل باستخدام العدات Whose نستخدم whose للسؤال عن ملكية شيء معين فنقول مثلا Whose rubber is this؟ لمن هذه المساحة؟ إذن لقيت مساحة وارد أسأل عن صاحبها شاقول أقول Whose rubber is this؟ لمن هذه المساحة؟ مثال آخر Whose trainers are these؟ لقيت حذاء وارد أسأل عن صاحب هذا الحذاء شاقول أقول Whose trainers are these؟ لمن هذه الأحذية؟ ننتبه الأمر مهم جدا بالسؤال باستخدام whose هو أنه شوكت نخلي is وشوكت نخلي r طبعا ال is وال r تعتمد على اللي قبله أو على الشيء اللي لقيته آن ودا أسأل عن صاحبه rubber مساحة مفرد أخلي is trainer's أحذية جمع أخلي r هذا أخذناها بدروس سابقة ومنه نعرف الميز بين المفرد والجمع إذن إذا الشيء مفرد أقول Whose زائد هذا الشيء اللي لقيته شن اسمه؟ rubber ruler pencil case this إلى آخره زائد is زائد this أما ذا كان جمع نفس الشيء whose الشيء اللي لقيته أو اللي أردسل عن صاحبه are these this للمفرد or these للجمع زيان شون نجاوب مثلا مثلا واحد سألني قل لي whose ruler is this لمن هذه المصدرة وأريد أجاوبه شون أجاوبه يكون الجواب أو للإجابة على هذا السؤال نقول أما it إذا كان الشيء سألني عنه مفرد أقول it زائد اسم الشخص صاحب هذه المصدرة أو صاحب هذا الشيء يحمل s التملك أما إذا كان جمع أقول they are ما أقول it سألني على الحذاء ما أقول it أقول they are زائد النس الشيء اسم الشخص يحمل s التملك شون يعني أستاذ اسم الشخص يحمل s التملك مثلا سألني واحد قل لي whose rubber is this نفس ما أخذنا بالمثال الأول لمن هذه المساحة شا قل لي بما أن المساحة مفرد أقول it زائد اسم الشخص من هو صاحب هذه المساحة لين لين أخلي لها s التملك فش أقول أقول it لين إنها خاصة بلين أو لين تابعة للينا إذن أخلي it إذا كان مفرد زائد اسم الشخص زائد اس التملك اس التملك معناها s وقبلها كومة سألني شخص آخر قل لي whose trainers are these لمن هذه الأحذية trainers جمع ما أقول له it's أقول له they are زائد اسم الشخص يوسف تابع ليوسف زائد باس التملك أقول they are يوسف's إنها تابعة أو خاصة أو ملك يوسف إذن هذا الأس دلي على أنه هذا الشيء تابع لهذا الشخص الرولة it's lina's إنها خاصة بلين يعني ملك لين they are يوسف's خاصة بيوسف إنها ملك يوسف إذن عرفنا شون نسأل وشون الجاوب عن ملكية شخص لشيء معين ننتقل إلى المشاط الآخر مكتوب complete the questions and answers أكمل الأسئلة والأجوبة قال لي انظر إلى الصورة الأولى picture number one whose منطيني بداية السؤال ويريد نكمله إحنا قمنا نعرف شون نسأل وشون نجاوب فقط نطبق حسب القاعدة اللي أخذناها قبل دقيقة فمنطيني مثال هو بالصورة الأولى ها شنو هاي صورة مساحة أقول له whose rubber الربر مفرد أخلي لها is زائد and this whose rubber is this لمن هذه المساحة هذا السؤال الجواب مالته بما أن المساحة مفرد أقول it's زائد اسم الشخص بيأس التملك it's lina's اللحظ أن lina بيها أس التملك مثل ما هو مسوي بهذا المثال يطلب من عندي نكمل بقية الأمثلة فمثلا number two ثانيا صورة الأحذية شاقول picture number two whose الأحذية اسمها trainers whose trainers بما أن الأحذية جمع أقول are these whose trainers are these لمن هذه الأحذية الجواب بما أن الأحذية جمع ما أقول it's أقول they are زائد اسم الشخص بيأس التملك they are يوسف إنها خاصة أو إنها ملك يوسف number three الصورة الثالثة whose وريد نكمل بما أن المصدره مفرد مصدره ruler أقول whose ruler is this لمن هذه المصدره ruler مفرد أخلي لها is this إجابة على هذا السؤال بما أن المصدره مفرد أقول it's زائد اسم الشخص يحمل أس التملك شاقول it's lina's إنها ملك لنا الصورة الرابعة whose فراغ حقيبة الأقلام اللي نسميها pencil case بما أن المفرد أقول whose pencil case is this لمن حقيبة الأقلام هذه الجواب يكون it's يوسف إنها ملك يوسف هذا ما يخص هذا النشاط خلاني أتدرب أكثر على السؤال والجواب عن ملكية شخص لهذه الأشياء ننتقل للنشاط الآخر مكتوب ask and answer اسأل وأجب محادثة بين تلاميذ الثنين مثلا تلميذ يشيل مصطرة أو مجموعة مساطر ويسأل يقول who's ruler are these لمن هذه المساطر واحد من التلاميذ يجاوب they are lina's إنها ملك لنا أو مثلا التلميذ الآخر يسأل يقول who's book is this لمن هذا الكتاب ويرفع الكتاب بما أن الكتاب مفرد يقولون مثلا it's عليز إنه ملك علي مجرد يدرب أكثر على السؤال والجواب عن ملكية شخص لشيء معين ننتقل إلى كتاب النشاط look at the timetable انظر إلى جدر الحصص منطين جدر الحصص الدرس الأول الدرس الثاني الدرس الثالث أيام الأسبوع sunday monday tuesday wednesday thursday إلى آخرين ومنطين الدروس إذن مثلا بيوم الأحد الدرس الأول lesson one درس الأول arts فنية درس الثاني Arabic درس الثالث break أو قبل درس الثالث break والدرس الثالث r e اللي هو religion الدين أو الإسلامية يطلب من عندي أني أنظر إلى هذا الجدول بعدها أسوم محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يسأل وتلميذ يجاوب عرفنا شون نسأل عن الحصص أو الدروس في يوم من أيام الأسبوع أقول مثلا what's on Tuesday ماذا لدينا أو ماذا يوجد في يوم الثلاثة هذا يوم الثلاثة وذن الدروس الخاصة به التلميذ الآخر يباوع عجز ويجاوب يقول له مثلا first it's maths أولا أو أول درس لدينا maths رياضيات then بعدها English لدينا لغة انجليزية after that إذا تذكرون ببداية الدرس قلناها after that بعد ذلك we have PE لدينا رياضة أو الرياضة البدنية يسأل مرة أخرى when is Arabic هاي ذات السؤال جديدة when معناها متى إذا أريد أسأل عن درس في يوم معين يا يوم من أيام الأسبوع متواجد في هذا الدرس أقول when when is Arabic متى لدينا لغة عربية فشوف يا يوم من أيام الأسبوع أدنى لغة عربية مثلا Sunday أدنى عربي أقول it's on Sunday في يوم الأحد بعد الثنين أدنى ما موجود الثلاثة ما موجود الأربعاء عدنا أقول it's Sunday and Wednesday لدينا عربي في يوم الأحد والأربعاء إذن هذا النشاط صفي منطيني جدول جدول حصص ويطلب من عندي أن يسأل وأجاوب كذلك التلميذ الآخر يسأل وأنه بالتلميذ الأول إجاوبة مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة التحدث لذي التلاميذ وانتقل إلى النشاط الآخر write your timetable اكتب جدولك الخاص إحنا عدنا كذلك جدوله بالمدرسة يطلب من عندي أني أكتب الجدول الخاص بيوم Monday الاثنين و Tuesday الثلاثاء فهنانا اللسن الأول مثلا التلميذ يطلع الجدول الخاص بي ويكتب يوم الثنين الدرس الأول شنو عنده مثلا Arabic اللغة العربية درس الثاني شنو عنده مثلا English لغة انجليزية درس الثالث مثلا Science علوم إلى آخر يوم الثلاثاء يروح يشوفوا الجدول المالتب يوم الثلاثاء شنو عنده مثلا R E Religion إسلامية بعد P E اللي هو دهس الرياضة بعدها Art فنية الآخر إذن ينقل الجدول الخاص بي ليوم الثنين والثلاثاء بهذا الحقل هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل للنشاط الأخير Read and write the answers اقرأ واكتب الأجوبة منطيني مجموعة من الأسئلة ويطلب من عندنا جاوبها أسئلة باستخدام يا أدات باستخدام الأدات Who's احنا عرفنا شون نستخدم Who's شون نسأل وشون نجاوب احنا أنا منطيني السؤال الكامل يريدني أجاوبها ازينا جاوبة على الأساس شنو أجاوبة على الأساس هذه الصورة مثلا number one هو منطقيها مثال Who's hat is this لمن هذه القبعة صورة هذه القبعة البناتية أما للينا أو يوسف بما أن القبعة البناتية والقبعة مفردة أقول It's Linas إنها خاصة بلينة It's ليش لأن القبعة مفردة ولينا ليش خليت الهأس لأن سألني The who's number two ثانيا Whose toy car is this لمن لعبة السيارة هذه مفردة أخلي لها It's أكيد بما أن السيارة ولادية خاصة بيوسف أقول It's يوسف إنها ملوك يوسف number three ثالثا Whose car is this لمن هذا الوشاح بما أن الوشاح خاص بالبنات أقول It's لينة إنه ملوك لينة number four رابعا Whose teddy bear is this لمن هذا الدب بما أن الدب بناتي فأقول It's لينة إنه ملوك لينة Whose shirt is this لمن هذا القميص هذا القميص ولادي أقول It's يوسف Whose cab is this لمن هذه القبعة هذا القبعة ولادية أقول It's يوسف إنها ملوك يوسف Whose you you is this اليو يو هذه اللعبة بناتية أقول It's لينة إنها ملوك لينة Whose ball is this لمن هذه الكرة بما أن الكرة ولادية أو شيء تبع الولد أقول It's يوسف هذا النشاط مجرد يريد تدربني أكثر على السؤال بهوز والإجابة عنه باستخدام الملاحظات التي شرحناها قبل دقائق هذا كان درسنا لهذا اليوم أرفنا شون نسأل إذا لقينا شيء ضايع ونريد نعرف صاحب هذا الشي شون نسأل باستخدام الأدات فوز اللي معناها لمن وشون نجاوب على هذا السؤال أرفنا على 6 تملك كذلك شون نسأل عن الدروس الخاصة بجدول الحصص وشون نجاوب على هذا السؤال الخاص بجدول الحصص بالإضافة إلى ذلك راجعنا الدروس وأيام الأسبوع ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة أو أضافة تحبون تقدموهم تقدرون تتواصلون مع الحسابات الموجودة معكم على الشاشة ترجمة نانسي قنقر